عائلة مساحة يا أهلا أنا متأكد أنك طرحت هذا السؤال من قبل في ذهنك من أين جاء الانترنت؟ من هو مختر الانترنت؟ إذا طرحت هذا السؤال من قبل اضرط لايك للفيديو لنرى كم عدد الفضوليين معنا سنحكي لكم في هذا الفيديو أنا ومحمد غنين قصة بداية الانترنت من اختراعه وكيف تم اختراعه وكيف وصل إلى هذه الدرجة الكبيرة من التطور الانترنت الشيء الذي قد تبدو حياتنا بدونه الآن مستحيلة وربما الأفضل أن لا نتخيلها لأنها ستكون حياة العصر الحجري الانترنت أصبح أهم من النفط والغاز كم من فقير أصبح مليارديراً بسبب الانترنت كجيف بيزوس وجاك ما وإيلون باسك وغيرهم الآلاش وكل أغنياء العالم إذا تعمقت في البحث في قصص حياتهم ستجد أن الانترنت هو أهم الأسباب في تكوين ثروتهم ليس هذا فقط الانترنت هو السبب في نشوب ثورات في الكثير من البلدان في العالم الانترنت هو السبب في تدمير دول بكاملها وبناء دول أخرى وأنتم تعرفون هذا الأمر السلام عليكم حياكم الله جميعاً لا أبالغ إطلاقاً عندما أقول لكم الآن النظام العالمي سينهار في حال اختفى الانترنت طاقت تخيل الكثير من المصانع في العالم ذات الانتاج الضخم تعمل بالانترنت أغلب الشركات محطات الطاقة محطات المراقبة الدول الحكومية المدارس المستشفيات حتى السجون والقائمة تطول كلها تعتمد على الانترنت السؤال الأول كيف تم اختراع الانترنت في 4 أكتوبر عام 1957 وفي خضمهم الحرب البالدة بين الطرفين الشرق والغربي دخل الاتحاد السوفياتي التاريخ من أوسع بوهر حين قام بإطلاق أول مركبة فضائية للفضاء والتي سميت مركبة سبوتنك هذه المركبة ستصبح أول قمر صناعية تم إرساله للفضاء بنجاح تلقى الطرف الغربي المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية الخبر بصدمة وذهول يبدو أنهم لم يكونوا على استعداد لمثل هذا الخبر بعد حيث اعتبرته أمريكا تهديد صريح لها على الرغم من أن أهداف هذا القمر الإصطناعي لم يكن أكثر من نقل الإشارات الضوئية والصافرات من أجهزة الإرسال اللاسلكية أثناء ضواراني حول الأرض وذلك حسب تصريحات السوفيت في ذلك الوقت كان على أمريكيين الباحث عن رد في أقرب وقت لمثل هكذا تهديد بدأ العلماء الأمريكيين يركزون أكثر على العلوم بصفة عامة والتكنولوجيا وعلوم الحاسوب بصفة خاصة وفي هذه الفترة بالتعديد أنجأت الحكومة الأمريكية الإدارة الوطنية للملاحة الجوية المعروفة الآن بناسا وتقريبا في عام 1958 قام الرئيس الأمريكي إدوايت بإنشاء وكالة مشاريع للأبحاث المتقدمة اسمها آربا كردا على إطلاق مركبة سبوتنيك السوفيتية كل هذه الأحداث وضعت البذر الأولى لاختراع الإنترنت في فترة الخمسينية كانت أجهزة الكمبيوتر مختلفة ناما عن ما تره الآن فقد كان هذا الحاسوب مثلا الذي أحمله الآن بين يديه ماكبوك برو 2019 مواصفات هذا الحاسوب وقوته نفس المواصفات نفس القوة ونفس الميزات في تلك الفترة كان الحاسوب هو عبارة عن غرفة بكاملها يوازي هذا الحاسوب ولكن الشيء السيء أنهم لم يمتلكوا وسيلة ليربطوا تلك الحواسين مع بعضها البعض عن طريق شبكة خاصة كان الأمر كأن ترسل رسالة مكتوبة باللغة اليونانية القديمة لشخص من الهنود الحمر طبعا لن يفهم أي حرف مما كتب في الرسالة وعليه يفكروا في خلق لغة رقمية خاصة تسهل نقل بينات بين الشبكات في عام 1983 تم تقسيم هذا الاختراع إلى فرعين أساسية فرع عسكري أطلق عليه مائل نت والآخر مدني وسمي أربا نت وسمح للعامة من الشعب باستخدامه وتنافست جميع الشركات العالمية على الحصول على هذه التقنية واستثمارها وقد كانت مكلفة للغاية في الفترة الأولى لاستخدامها ولكنها بمرور الزمن أصبحت في متناول الجميع لأنها أصبحت عالمية ولا يحق لأحد بعينها احتكارها أو التحكم فيها كانت أبرانت هي الشبكة التي أصبحت أساس الإنترنت فيما بعد وفي عام 1969 أصبحت الفكرة حقيقة على أرض الواقع بعدما تم رب أربع حواسيب في إحدى الجامعات وكان الغرض الأول لها هو مدني وعلمي بحث كانت الفكرة متمثلة في الاتصال ومشاركة المعلومات والبيانات بين المستخدمين في الجامعة استفادت أربع نيت من هذه الفكرة الجديدة المتمثلة في إرسال المعلومات في وحدات صغيرة تسمى الحزم التي يمكن توجيهها على مسارات مختلفة وإعادة بنائها في وجهتها أتاح تطوير بروتوكولات TCP and IP في سبعينيات من القرن الماضي توسيع حجم الشبكة وأصبحت البرتوكولات التي تستخدم اليوم في الإنترنت كان هناك خوف وضع منتشر من أن هجوما عسكريا على البلاد قد يؤدي لتضرر نظام الهاتف المكون من شبكة واسعة مترابطة من الأسلاك التي تتيح الاتصال عن بعد في عام 1962 قام عالم من جامعة MIT واسمه جوزيف كارل روبنيت لكلايدر بإجال حل هذه المشكلة العويصة كان الحل في نظره أن يتم بناء شبكة من أجهزة الكمبيوتر التي يمكن أن تتواصل مع بعضها البعض حتى لو تضرر نظام الهاتف على الرغم من أن لكلايدر ترك أربا قبل سنوات قليلة من إنشاء أربا نيت فقد أرصت أفكاره ورؤيتها الأساس ولا بنات البناء لإنشاء الأنترنت الذي نعرفه الآن في عام 1965 قام لكلايدر بتطوير طريقة لإرسال المعلومات من جهاز كومبيوتر إلى آخر أطلق عليها تبديل الحزم تعمل هذه الطريقة على تحويل البيانات إلى حزم حيث يمكن لكل حزمة بيانات أخذ طريقها الخاص من مكان إلى آخر وعليه في 29 أكتوبر عام 1969 كان هذا اليوم هو شاهد على حدث التاريخ بامتياز حيث سلمت أبرانيت رسالتها الأولى وهذه الرسالة عبارة عن كلمة لوجن أو تسجيل الدخول والفعل وصلت هذه الرسالة إلى كومبيوتر في جامعة ستونفورد لكن وصلت الرسالة بأول حرفين فقط من الكلمة وهما L و O كانت كلمة واحدة وقصيرة فقط ولكنها قفزة نوعية وتاريخية للمستقبل في السبعينيات وبالتحديد في عام 1973 بدأ العمل الجاد والذي لم يتوقف لإيجاد حل لربط أربانيت مع حزمة الشبكة اللاسلكية رانيت وتربط هذه الشبكة الكمبيوترات عبر أجهزة لاسلكية وبدأ من إرسال بيانات عبر خطوط الهاتف أن أجهزة الحاسب تستخدم موجات الراديو وبعد ثلاث سنوات أي في عام 1976 تم دمج الشبكتين معا بنجاح وفي عام 1977 تم ضم شبكة الأقمار الاصطناعية ساتنك إلى الشبكتين الأخرين تم تسمية هذا الراتب والتي أصبحت تعرف اختصارا بمصطلح لتبدأ الأمور بالتطور المتسارع لتنضم الكثير من الشبكات المختلفة منها مرت السنين وتطور الأمر بسرعة لا تصدق ورغم ذلك بقيت استخدامات الانترنت محصورة فقط بالجامعات والمراكز العلمية حتى عام 1991 حيث حصلت أهم نقاط تحول الانترنت فقد طور مبرمج كمبيوتر في سويسرا اسمه تيم بيرنر لي نظاما مصمما لتسهيل تصفح الانترنت وبمرور الوقت أصبح هذا النظام معروفا باسم شبكة الانترنت العالمية أو The World Wide Web وكان بيرنر لي من الأشخاص الذين ساهموا في تطوير الانترنت الذي نعرفه اليوم بدأت هذه الشبكة الوليدة في التوسع والانتشار والتطور المتسارع وأصبح عدد أكبر من الطلبة من الكثير من الجامعات يسهمهم بمعلوماتهم كان أغلب من يستخدم الانترنت في تلك الفترة هم المؤسسة العسكرية وطلاب أساتذة الجامعات والموظفين الحكوميين والعلماء بالخصوص علماء البرمج والحاسوب شيئا فشيئا بدأ الانترنت ينتشر بين الناس وفي نفس السنائي في عام 1991 ظهرت لغة الـ HTML وهذه اللغة مازلت مستعملة إلى وقتنا هذا لغة كتابة صفحات الانترنت HTML شكلت قفزة كبيرة لتطور الانترنت وتصارع تطوره وأيضا تسهيل انتقاله للناس العادية وكانت لغة الـ HTML من أكبر المساهمين في ظهور أول متصفح في التاريخ اسم هذا المتصفح هو موزايك مع بداية عام 1994 لوحدة تزايد كبير في اهتمام الجمهور بالانترنت وبحلول عام 1996 أصبح استخدام كلمة الشبكة شائع بين الناس ما تخيل مع أنه في سنة 1984 كان هناك ألف حاسوب مرتبط بالشبكة ليقفز الرقم سنة 1996 إلى 10 ملايين حاسوب مرتبط بالانترنت وبعدها بأربع سنوات فقط أي في عام 2000 انتشر الانترنت في العالم كالنار في الهاشين طبعا كان هذا الانتشار أكبر في الدول المتقدمة ليولد مصطلح الشبكة العنكبوتية كانت شبكة الانترنت تتطور بسرعة جنونية يوم بعد يوم شهر بعد شهر وسنة بعد سنة ومع اختراع حواسيب محمولة شخصية ارتفع عدد المستخدمي الانترنت بشكل لا يصدق فقد انتقل الرقم من 361 مليون مستخدم سنة 2000 إلى قرابة 2 مليار مستخدم سنة 2010 أما حاليا في سنة 2021 فقفز عدد مستخدمي الانترنت في العالم إلى 4.6 مليار مستخدم أي أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية متصلين بالانترنت ويزداد عدد هؤلاء المستخدمين يوما بعد يوم وحسب بعض الإحصائيات فإن عدد المستخدمين للانترنت يتزايد بعشر مستخدمين لكل ثانية بالمناسبة كتنويه سأضع لكم مقالة أسفل الفيديو في الوصف هذه المقالة فيها أكثر أو قائمة بأكثر الدول العربية استخداما للانترنت أسماء هذه الدول أنا متأكد أن الناس ستصدمك طيب ماذا لو انقطع الانترنت في العالم كله؟ ما الذي يمكن أن يحصل؟ هاي الحلقة نشرتها أتكلم فيها عن هذا الموضوع اضغط عليها وشاهدها